نعم إذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عز وجل عن مشفوع فيه حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستأذن وهو حب البشر إلى الله عز وجل خليل الرحمن سيد المرسلين سيد ولد آدم ومع ذلك يستأذن حتى شفع العظمى الكبرى التي ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخلى عنها ويعتذر عنها وللعز من الرسل ما يشفع مباشرة وإنما يستأذن وصورة إذنه يسجد لله تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه ويفتح الله عليه من محمد ما لا يحسنه في الدنيا ثم يقول الله له أرفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع حتى شباعته لأهل الجنة يدخل الجنة لابد يتقدم ويشفع كل الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم والتي له لغيره لابد لها من إذن الله ومن رضا قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه في أعظم آية أنزلها آية الكرسي استفهام بمعنى إيش النفي يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لماذا لكمال سلطانه وعظم جلاله ما يأتي كل واحد يشفع إلا أن يأذن الله له أن يشفع ليشفع حتى الملائكة يقومون صفا لا يتكلمون إلا من أذن الله الرحمن وقال صوابا فلكمال سلطان الله عز وجل وهيمنته فإذاك لا أحد يستطيع أن يتكلم بكلمة ولا أن يشفع لي أحد إلا إذا أذن الله عليه المشرك لا يرضى الله أن يشفع له حتى لو رغب أحد أن يشفع له الله لا يرضى فلذلك نهى الله عز نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام أن يستغفر لأبيه المشرك وبيله أنه أيش من أصحاب الجحيم فتبر أمن نعم